الصورة الكاملة لما حدث في معسكر الشرطة من اشتباكات وسقوط قتلى وجرحة آدم هل تسمعني؟ إلى الآن بشير لدينا روايتين عن ما حدث في معسكر الشرطة العسكرية رواية من جهة القنود وهم عدد كبير لم يسلموا رواتبهم منذ أشهر وينتابهم غضب شديد لتأخر الراتب أولاً والاتهامات لقائد الشرطة العسكرية بأنه تمت خصومات كثيرة من رواتبهم بعد هذا التأخر كله خاصم أكثر من 20% من الراتب لا يدرون لماذا وبينما الرواية الثانية من جهة قائد الشرطة العسكرية يقول أن الخصم تم بالنسبة للغياب الذي تم لكل جندي بحسب الغياب بحسب كشف الغياب والحضور وهذه الحقة طبعاً كثير من الجنود لا يعترضون عليها بحقة أن الغياب كان اضطرارياً لأن عدم تسليم الرواتب اضطرهم للعمل في أماكن أخرى وفي قطاعات أخرى هذه هي الصورة إلى الآن بينما تمت التهديئة وإلى الآن القهود الوساطة لعمل حل لهذه الإشكالية وهي إشكالية في سياق إشكالية الأزمة الاقتصادية والمالية للبلاد وأزمة الرواتب التي تضرب كافة القطاعات قطاعات الحكومية وأيضاً الخاصة نعم أدم هذه الاشتباكات ما الذي أحدثته من أضرار أو جرحة في صفوف المنتسبين للجيش والأمن في الشرطة؟ كطبيعة الشؤون العسكرية دائماً تحاط بالغموض والسرية من خلال التواصلنا فإن هناك عدد من الجرحة تم إسعافهم إلى مستشفى بصيب العسكري بينما هناك تحفظ عن القتلى وعن عدد القتلى وعن هوية الجنود الذين لاقوا حقهم في هذه الحادثة المؤسفة نعم هل هناك مثلاً معلومات تسمي من يقوم باستقطاع مرتبات هؤلاء الجنود حتى نتج عن هذه الإشكالية الحاصلة في المعسكر؟ لا أخفيك أن الاتهامات تطال كافة قيادات الفصائل العسكرية والألوية العسكرية في عدن وغير عدن هذه الاستقطاعات تتم حتى على مستوى المستجدين يتم فرض رسوم عليهم للاستمارات وتكون مبالغ طائلة بالنسبة لعدد القنود بالنسبة لحادثة أمس بالتأكيد الاتهام هناك لقائد الشرطة العسكرية وقائد الشرطة العسكرية بدوره نفى أن يكون استقطاعاً لصالحه الشخصي وإنما بحسب كشف الحضور والغياب وبكافة الأحوال أي استقطاع يجب أن يذهب إلى خزينة الدولة وليس إلى القادة العسكريين نعم أدام إذا انتقلنا إلى الوضع الخدمي والصحي في عدن الآن كيف بات الوضع؟ هل هناك تحسن في الكهرباء؟ هل هناك تحسن في الأداء الصحي والخدمي في المحافظة؟ بشيرة أشعر أن هذا السؤال كأنه شخصي بالنسبة للكهرباء لا تصدقني لا نثق حتى إذا ما زادت ساعات الكهرباء ساعتين أو ساعة أو ساعتين نرى انتكاستها بعد أقل من يوم وبعد ساعات والمزيد من ساعات الانتفاع التي تصل إلى 18 ساعة في اليوم وهذه ساعات مهولة بالنسبة لمدينة ساحلية أزمة الكهرباء لم تلقى حلا إلى الآن وبصريحة العبارة المواطنون غاضبون بسبب هذا الملف الشائك الذي تتقاذفه الكثير من الجهات بالنسبة لمؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباء والحكومة والسلطة المحلية وهذه القهات كافة لم تقدم غير الوعود وخصوصا رئاسة الوزراء وقيادة السلطة المحلية الممثلة بالمحافظة الجديد عبدالعزيز المفلحي نعم فيما يخص إعلان الحكومة بتوجيهات صريحة لصرف رواتب الموظفين هل هناك أي جهود الآن بدأتم تلمسونها في محافظة عدن لترتيب صرف رواتب الناس بحكم اطلاعكم وقربكم من البنك المركزي في عدن؟ بالأمس تواصلت مع عدد من المتقاعدين العسكرين الذين أتابع قضيتهم بشكل شخصي لأنها قضية تعود زمنها إلى 2007 وقالوا لي أنهم ذهبوا إلى مراكز البريد وقلسوا إلى ساعة ساعة متأخرة من الليل ولم يلقوا أي تقاوب ولا أي تعود بصرف الرواتب الحالة جدا سيئة بالنسبة لقطاعات كثيرة لم يستلموا الرواتب بما يعادل ثمانية أشهر تقريبا لم يستلموا أي رواتب والحالة المعيشية صعبة البنك المركزي كان يشهد إشكاليات قبل محافظة البنك المركزي وإضراب للموظفين الآن لا أنباء من البنك المركزي بحول بوادر لصرف الرواتب رغم إعلان البنك المركزي أكثر من مرة عن استلام العملة المطبوعة لأكثر من دفعة نعم نختم معك آدم فيما يخص الآن كان هناك اجتماع للمنظمات الإغاثية العاملة في عدن ما حوى هذا الاجتماع وما هي الأهداف التي خرجوا بها؟ هذا الاجتماع بالنسبة لمحافظة عبدالعزيز المفلحي الاجتماع هذا يأتي في ظل شكاوى كثيرة من المواطنين بالتلاعب في ملف الإغاثة بقمع بيانات من المواطنين المرور إلى كافة المنازل وقمع بيانات الناس وطبع بطائقهم الشخصية وعدد أفراد الأسرة لتسجيل الكمية التموينية للأسر بينما الناتج لا يجد المواطنون هذه المعونات التموينية بحد أقصى المواد الغذائية ملف الإغاثة ملف فساد كبير كما يعلن مواطنون قبل أن نطلع على وثائق أو رقابة مباشرة لعمل هذه المؤسسات الخاصة التي تتلقى الدعم من جهات خاصة خارجية وأيضا اللقنة العليا للإغاثة وهي لقنة حكومية تتبع وزارة الإدارة المحلية أعتقد الرقابة المجتمعية ضعيفة بالنسبة لملف الإغاثة وهذا الاجتماع خرق بكلام إنشائي حول تفعيل وتوسيع دور الإغاثة وتوسيع المستفيدين من الإغاثة أعتقد أن ما جمع من بيانات للمستفيدين لم يوفى حقهم فما بالك بمشاريع للتوسيع الإغاثة وهي لم تصل إلى الحد الأدنى